اول قصف صاروخ ايراني في عهد حكومة محمد شيعا السوداني تجادد به طهران تهديدها المستمر لاستقرار وسيادة العراق وتحت ذريعة ضرب مقرات جماعات معارضة لها اعلنت ايران على لسان الحرس الثوري الذي تبنى عملية قصف اربيل وسليمانية اعلنت لجوهها للقصف بعد فشل الجهود الدبلوماسية مع العراق على حد بيان الحرس الثوري قتل شخص على الاقل واصيب ثمانية بحسب بيان وزارة الصحة في اقليم كردستان امريكا التي دقت قنصليتها في الاقليم سفارة الانذار وجهت سفارتها في بغداد خطابا شديدا لهجة لايران اذ اعتبرت الهجوم انتهاكا لسيادة العراق مع تأكيدها الوقوف مع حكومتي بغداد واربيل في وجه الانتهاكات الايرانية المستمرة كذلك بما ادانت به الامم المتحدة بما وصفته تصفية حسابات على الارض العراقية حكومة كردستان حذرت ان يتحول الاقليم لتهديد امن المنطقة اذ يعتبر الاقليم عامل استقرار مهم وفي عهد حكومة سودانية الذي وضع رئيس الوزراء محمد شيع السوداني منهجا وزاريا تضمن حماية وامن واستقرار العراق باستعادة سيادته وهيبة الدولة يعتبر القصف الايراني تحديا امنيا يرى مناقبون انه سيكون بمثابة امتحان لتحديد طبيعة العلاقة بين طهران وبغداد بما يجب ان يحقق اهدف المنهج الوزاري من جهة والحفاظ على استقرار المنطقة من جهة اخرى